اشتركوا في القناة أليس الله بكاب عبده ويخففونك بالذين من دوني ومن يدلل الله وما له من هاد ومن يهدي له وما له من مذل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألت من خلق السماوات والأذل يقول إن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بذر إن ألن كاشفاة ذره أو أرادني برحمة إن ألن ممسكات رحمتي قل حسبي الله علي تمكن المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني آمل فسوف تعلمون من يأتي عذاب يخزي ويحل علي عذاب مقيم إن أعزل عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فمن اهتدى فلنفسه وما ظل فإنما يذل علي وما أتى عليهم بوكيل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها فيمسكوا التي قضى عليها الموت ويرسلوا الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك الآيات لقومه يتفكرون أم اتأخذوا ميدون الله شفاء قل ولو قالوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله شفاءة جميعا لأملك السماوات ولثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده شمع الزد قلوب الذين لا يبنون بالآخرة وإذا ذكر الذين ميدوني إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطن السماوات ولذي عالم الغيب والشهادة لا تتحق بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولأن للذين ظلموا ما في الذي جميعه ومثله معه لفتدوا بهم يسوء إلى هذا بيوم القيامة وبدال من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدال سيئات ما كسبوا حق بما كانوا بيه يستعزئون فإذا مس الإنسان ذره دعانا ثم إذا خولوا نعمة منا قال إنما أوتيتوا على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قال الذين من قبل فما أغنانهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يفتد الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أصرفوا على أفزم لا تغنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الظنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا توصلون واتبعوا أحسن ما أغزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بقتة وأنتم لا تشعرون أهو تقول نفسي يا حسرة على ما فرت في جنب الله وإن أقول لمن الصاخرين أو تقول لو أن الله هداني أقول من المتقين أو تقول عين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بل قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستبرت وقود من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوه مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفاستهم لا يمسهم السوء ولهم يحسنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل لهما قالد السماوات أولاذ والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاصرون قل فغيرا لا تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاصدين بل إلا فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله عقا قدره والأرض جميعا قبضة يوم القيامة والسماءات مطويات بيميني سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فسعق ما في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم النفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ياظرون وشرقت الأرض بنور ربيا ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقذي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وصيق الذين كفروا إلى جهنم سمرا حتى إذا جاءوا فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها لم ياتيكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم ويوظرونكم لقاء يومكم هذا قالوا ولا ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبيس مثل المتكبرين وصيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة سمرا حتى إذا جاءوا وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم تبدون فادخلوا خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاه فنعم أجل العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبعون بعمد ربهم وقذي بينهم بالحق بالحق وطيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنسل الكتاب من الله العزيز العليم غافل الذنب وقابل التوب الشديد لإقاب ذي التول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرورك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسول ليأخذوا وجادلوا بالباطل ليضحذوا به الحق فأخذتهم فكيف كان إقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ونحوله يسبعون بعمل ربي ويؤمنون بي ويستغفرون للذين آمنوا وابنا وسعت كل شيء رحمة رحمتهم وعلم فأخفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم وابنا وأدخلوا جنات عدنين التي وعدتهم وما صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك تلازل الحكيم وقهموا الصيجيات وما يعتقل الصيجيات يوم الذي فقد رعيمته وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادنا لمقتل أكبر من مقتلكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا متنا اثنتين وأحييتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعتربنا بظنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياتي وينزل لكم من السماء رزقاء وما يتذكر إلا من ينيب فدعوا الله مخلصين له الدين ولو كري الكافرون رفيعوا الدرجات ذو العرش يلغي الروح من أمره على من يشاء من عباده لنذر يوم الطلاق يومهم بارزون لا يخفى عن الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله صريع لحساب وآذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحنات لكاذمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دوني لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير أولم يسيروا في الآزفة يذروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبل كانوا ما شد من قوة وآثانا في الآزفة فآخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تهتم رسول بالبجنات فكفروا فآخذهم الله إنه قفج وشديد لنقاب ولقد أرسل موسى بآياتنا والسلطان المبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحلوا كذاب فلأما جاءهم بالحق من إيدنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ظلال وقال فرعون ذروني يقتل موسى وليدعو ربه وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في العرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من أهل فرعون يقتموا إيمانا وتقتلون رجلا أن يقول وبي الله وقال جاءكم بالبجنات من ربكم وإن يكون كاذبا فعلي كذبه وإن يكون صادقا يصبكم بعض الذي يعيدكم إن الله لا يهدي من هو مسرق وكذاب يا قوم لقول الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن يسرنا من بعث الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى ولا أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحساب مثل داب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعد وما الله يريد ظلما للرباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يدلل الله فما له من هاد ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبجنات فواصلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلق قلتم لن يبعث الله من بعده رسوله كذلك يذل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات اللي بغير سلطان نتاهم كبر مقتن عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يتبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا ها ما نبني لي صرحا صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إلهي موسى فإني لا ذنه كذبا وكذلك زجنا لفرعون سوى عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيلا رشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلا ومن عمل صالحة من ذكر أو أوثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لأدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إلي ليس لو دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوذ أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون علي غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون شد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل آتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل وفيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعو ربكم ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تكتاتيكم رسلكم بالبجنات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ظلال صدق الله العظيم